من ضمن الأفكار اعتبرها شردة وردة يعني فيه أمر ما فكرة شاردة شردت جت واردة برضو اللي هي ايه احنا لو كان عندنا هذا الاهتمام الشديد الدقيق بالعملية التعليمية في مصر من خمسين سنة ما كناش شفنا مشكلة في حياتنا خالص سنة من الناس اللي مؤمنة جدا بأنه التعليم ده هو قاطرة القاطرات لا ده ده مكوك فضائي الساروخ بيعدي بالأمم وبالدول وبالحضارات وبالثقافات إلى أبعد الآفاق الممكنة ياخدك ويطلع بره حدود المجال الجوي انت تبدأ تنطلق إلى فضاء فسيح ممتلق بكل ما هو جيد ده التعليم تعليم جوه المدرسة اللي بيبدأ من ابتدائي وانت عارف في بلاد برة مدرس الابتدائي ده بيدققه فيه قوي 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 يلقى بعد حدود ليه يقولك وبالمناسبة ده اللي بياخد المرتب الأكبر يعني مدرس ابتدائي ياخد مرتب أكتر من مدرس سنوي طبعا احنا مش كده يعني بس مش ده الموضوع أو ما كناش كده يقولك ان المدرس ابتدائي ده لازم نهتم بيه قوي لانه ده اللي بيطلع النشأ ده اللي بيشتاعد على تشكيل وجدان وسقافة ويعلم ويكبر عشان الولاد دول الزغيرين وهم بيكبروا ويخشوا في مراحل النطج المختلفة الى ان يتخرجوا من المدرسة بإذن الله عشان يلتحقوا بالتعليم الأكاديمي بتاعهم بقى ويخشوا الجامعة والمعاهد المتخصصة وما إلى ذلك يكونوا مش بس جاهزين علميا وجاهز ذهنيا وجاهز نفسيا ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة في التقدم خلاص انت دخلت لأكاديميا دخلت للجامعة فانت بدأت تحط رجلك كده هو على أول عتبة في البحث العلمي العلم كله ينظر للجامعات كده وهي كده فعلا طيب لحد ما تبدأ تتخرج من الجامعة وتبدأ تشتغل على ما هو أبعد هتشتغل بقى عملي في سوق العمل أو تبدأ تشتغل على المزيد من الدراسة والبحث تعمل الدبلومات الماجستير الدكتوراه إلخ إلخ الأبحاث بتاعتك أيا كان المجال فانا عايزك تتصور لو كان التدقيق والاهتمام بهذا الشكل من خمسين سنة انه رئيس الجمهورية مش بس بيدقق في العملية التعليمية ومش بس بيدقق في مسألة طيب احنا عاوزين نعمل مجلس أعلى للتعليم ومش بس بيدقق في انه طيب احنا عاوزين نغير في القوانين ونعدلها بحيث ان احنا ندعم العملية التعليمية أكتر وأكتر لا الرئيس أصبح بيروح بنفسه يحضر جانب من الاختبارات بتاعة الدفعات الجديدة إلا من المدرسين اللي هيخشوا المدارس يعلموا ولدنا هذا الاهتمام اللي هو من أول العملية في بدايتها اللي هي بقى فيها تدريب المدرس وتطوير المنهج والأبنية التعليمية وعدد الأبنية اللي تبقى موجودة والمدارس وإلى آخر وبالو تدريب المدرس وقالنا على المنهج بل وإنه كمان نشوف الاختبارات بتاعة المدرسين بتمشي إزاي ويبدأ الرئيس يدقق ويبدأ يتكلم ويبدأ يتناقش أنت هنا بتتكلم على رجل يدير البلاد ويدقق في أدق 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 تفاصلها